طيب الجزء الثاني هو متعلق بقى بالنادي الأهلي وجزئية الفريل أول اللي كرت القدم في النادي الأهلي فيه كلام كتير قوي على مسألة الصفقات والمعارين واللعيبة اللي ممكن تطلع إعارات خلال الفترة اللي جاية أنا ما عنديش مانع الكل بيجتهد لكن فيه أساسيات بمعنى فيه أسامي لعيبة كده يعني لما تيجي تطرح فكرة الإعارة بتاعتها لازم تبع عندك مقدمات وانت بتقول الخبر أو انت بتقول المعلومة يعني مثلا هل من المنطقي تقرأ خبر يقول مثلا محمد شريف الأهلي بيفكر في أعارته أكيد مش منطقية انت عندك فريق أو عندك لاعب هو هدف الدوري ده مثلا أنا بدي مثال عندك لاعب هو هدف الدوري 21 هدف متعلق في المباراة المحلية والمباراة الدولية مع النادي الأهلي والنهاردة بإذن الله يكون في التشكيلة الأساسية المنتخبنة الوطني في تصفيات كأس العالم هل من المنطقي يكون عندك هدف الفريق في اتجاه لأعارته استحالة فنفس الأمر بالنسبة لعدد من اللعيبة اللي تم خلال اليومين اللي فاتوا وكأن ما فيش حد بيطلع إعارات أو بيعمل صفقات في مسألة الضم والإعارات إلا النادي الأهلي فقط يا جماعة فترة القد بدأت وفيه أكتر من حوالي 18 نادي بيعمل صفقات وتعاقدات لكن الناس مركزة مع الأهلي تركيز شديد جدا وتحديدا ما بعض الأسامي وإحنا قلنا هنا كذا مرة في أسامي ما ينفعش تقرب منها لأن اللعبة دي أكدت كذا مرة أن هي موجودة في النادي الأهلي لا هتفكر في أعارة ولا هتفكر في بيع مهما كانت العروض ومهما كانت المغريات طيب كلام على طهر محمد طهر طهر محمد طهر لسه منضم للنادي الأهلي أعتقد ما كملش لسه سنة ومن العناصر والركاز الأساسية اللي بيعتمد عليها بيتسو موسيماني ومن العناصر الأساسية اللي كانت موجودة في منتخبنا الأوليمبي خلال الفترة السابقة فبالتالي ولعب احترف في الدور الفرنسي فبالتالي حتى التعاقد مع طهر محمد طهر في مكافئات وحوافز حتى ما بين الأهل والمقولون العرب في مسألة أن الأهل شايف أن طهر محمد طهر تارجت أول الفترة اللي جاية فالمقولين حتى في العقد بينه بالن الأهل واخد مكافئات وحوافز لو لعب مع المنتخب لو شارك مثلا في تصفيات كاس العالم أو لعب مع المنتخب بطولة قرية كبيرة لو أحرز أهداف فبالتالي أنت عندك لعب برومسنج لعب واعد فبالتالي فكرة أن الناس تقول ده هيعارف اللي نسموحك نادي اسموحا برح رفض وقال لك الكلام ده مش حقيقي وأعلى أن الكلام ده غير رسم وغير صحيح نفس الأمر حسين الشحات حسين موجود في المنتخب إزاي نادي الحزم السعود هيقعد مع حسين ويتفي مع حسين وحسين نفسه أصلا قال استحالة أطلع برى النادي الأهل اللي سابل لعروض الاحتراف وسابل لعم في الدورة الإماراتية وكان حابب يلعب في الأهل وتنازل على المستحقات كثيرة خلال الفترات السابقة ومن العناصر الأساسية في النادي الأهل فأي خبر لما بتيجي تقرأه لازم تبص على كذا معيار عشان تتأكد من صحته أو من عدمها الخبر ده صح ولا غلا نفس الأمر على الشناوي هل في تفاوض رسمي؟ مفيش تفاوض رسمي هل في طلب رسمي للتعاقد مع الشناوي؟ أنا بتكلم على الخبر الرسمي مفيش أي تعاقد رسمي ولا خبر رسمي في إمكانية التواصل حتى مع الشناوي في أعارة أو ضم وفي نقطة مهمة جماعة برضو لما تيجي تنقلوا خبر في فكرة ضم نادي من الخليج أو من السعودية للعب في النادي الأهلي شوف عدد الأجانب الموجودين في هذا النادي شوف ميزانية هذا النادي في الفترة الأخيرة الإيجابيات أو الإرادات والمصرفات هل عنده عجز مالي؟ هل عنده مصاريف؟ يقدر يعمل تعاقدات كل الحاجات دي أنت قبل ما تكتبوا الخبر لازم تعمل سرش عشان تعرف من خلال بحثك هل الخبر صحيح؟ هل الخبر غير صحيح؟ قبل حتى ما تسأل المصدر يعني النادي النصر السعودي عنده مثلا قائمة الأجانب مكتملة إزاي هيجيب محمد الشناوي؟ دي نقطة النقطة التانية محمد الشناوي حارس أساسي للنادي الأهلي هل الأهلي هيفقر في الاستغناء عنه ولو على سبيل الأعارة لمدة سنة مثلا يعني وهو لسه محددش احتياجاته في مركز حراسة المرمى ما فيه كلام طالع على المهدي سلمان ومحمد بسام هل الأهلي أنجز في صفقة من الصفقات دي اللي بتقال مثلا من خلال السوشيال ميديا عشان لما تتم فأنت تقول خلاص بكذا الشناوي طالق أعارة دايما بيروحوا بيقرأ وبيشوفوا عايز اتطمن على الفرقة ما قال هل اللي بيعجبني في جمهور الآله عايز اتطمن على الفرقة بس في نفس الوقت بيبقى بيصدق أي حاجة بتتكتب فبالتالي بيخلي الخبر ده بيتشاف وبتقري فبتعلن نسبة قريته وفي النهاية الخبر بيبقى غلط وبيتنفي بس اللي بيكتب الخبر بيبقى عايز يوصل لمرحلة ان الخبر بتاعه اتأكد أو تم نفيه فبالتالي هو نجح ان الخبر بتاعه وصل فبالتالي وصل نجح في الهدف بتاعه قدر يعمله من خلال الخبر اللي كتبه فانا في النهاية عايز اقول كهربا طاهر الشحات الشناوي محمد شريف كل اللعبة ده عناصر اساسية وركاز اساسية والاهلي بيجيب صفقات عشان يدعم العناصر دي في الفترة اللي جاية ركزوا الاهلي بيجيب صفقات عشان يدعم العناصر دي في الفترة الجاية لان السنة الجاية او الموسم اللي جاي عندك ارتباطات غير طبيعية سوبر محلي مع طلاق الجيش سوبر افريقي مع الرجاء المغربي كاس عالم اندية في عام 2022 عندك كمان ارتباطات منتخبنا الوطني كثيرة جدا فانت عايز عدد كبير من اللعيبة يكون موجودين على مدار الموسم جاهزية كبيرة جدا المركز يكون في واحد واثنين وثلاثة فواحد واثنين وثلاثة وعتطال لعيبة تعيرها صعب جدا ممكن تفكر في لعيب ناشئ ممكن تفكر في لعيب انت لسه جايب وملعبش على مدار الموسم فاتطلعوا في صفقة تبادلية اعارة مش بيها واعتقد الاسامة معروفة والناس فهما اعايز اقول ايه في الجزئية دي